موسيقى العضوان الاسرائيلي على جنين يتواصل ومصر تحذر من ممارسات الاحتلال على الامن والسلم الاقليميين تنفيذا لقرار رئاسي او رئيسي البلدين مصر وتركيا تعلنان رفع علاقاتهم الدبلوماسية لمستوى الصفراء روسيا تعلن احباط هجوم اوكراني بالمسيرات على موسكو وكيف تؤكد اتمام المرحلة الاولى من هجومها المضاد الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط مخيم جنين ووصلت استهداف منازل الفلسطينيين وامتلكاتهم بالصواريخ واطلق النار الكثيفة بعد ارغام المئات على ترك منازلهم تحت تهديد السلاحة وتوصل قوات الاحتلال شن حملة مدهمة واسعة للمنازل الوقاعة على اطراف المخيم فيما تشهد سماء مدينة جنين تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال خاصة الطائرات المسيرة اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع دحايل عدوان الاسرائيلية على جنين الى عشرة شهداء ومئة جريح بينهم عشرون في حالة خطيرة وقد استشهد امس الاثنين ثمانية فلسطينيين واصيب مئة اخرون بينهم عشرون بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها واستشهد في الساعات الاولى من صباح اليوم فلسطينيين اثنان ما يرفع العدد الاجمالي الى عشرة شهداء كما شهدت الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة اضرابا عاما تنديدا بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي وشل الاضراب مناحي الحياة كافة واغلقت الجامعات والبنوك والمحان التجارية كما شهدت المواصلات العام اضرابا في جميع الخطوط واغلقت المصانع والمعامل او بوابها من غزتنا لها بنيا جاوية الودراع الصحيون ستواجه هذا الاحتلال بكل ما تستطيع اقتحم عشرة المستوطنين الاسرائيليين المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال وادى المستوطنون تقوصا دينية عند ابواب الاقصى وباحاته كما انتشرت قوات الاحتلال في باحات الاقصى لتسيل اقتحامات المستوطنين وجوالاتهم اعلنت الشرطة الاسرائيلية اصابة عشرة اشخاص في حادث دهس في تل ابيبا واضفت الشرطة الاسرائيلية انه تم قتل سائق السيارة في مكان الحادث من قبل مسعف مدنية عبرت وكالتان للاغاثة تابعتان للام المتحدة عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الاسرائيلية الجارية في مدينة جينين بالضفة الغربية وقالت ان هناك قيودا على وصول الخدمات الطبية وقالت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية قالت اذا حجم العمليات الجوية والبرية والتي تقرى في جينين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مقتضب السكان يثير القلق والريبة فيما قالت متحدث باسم منظمة الصحة العالمية ان فرقا تبضية منعت من دخول المخيم لعلاج الجرحة والمصابين ادانت مصر باشد العبارات اعتداءات القوات الاسرائيلية على مدينة جينين وعمالها الاجرامية بالضفة الغربية والاراضي المحتلة وامام الجلسة الافتتاحية لدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربي على مستوى المندبين الدائمين وذلك لبحث الوضع في جينين حذرت مصر من تداعيات استمرار انتهاكات الاسرائيلية في القدس وجينين والضفة وغزة وتأثيرهما على الامن والسلم الاقليميين وتدين مصر باشد العبارات اعتداءات القوات الاسرائيلية الاخيرة على مدينة جينين واعمالها الاجرامية بالضفة الغربية والاراضي المحتلة فيما يعد استخداما مفرطا وعشوائيا للقوة ويرتقي لقونه انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وتجاهلا غير مقبول للشرعية الدولية اكدت مصر على ان القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية المركزية والاولى وحملت مصر المجتمع الدولي مسئولية الاخفاق في تحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 67 وفقا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والاولى بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي اخفق في تحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق واظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الاسرائيلي بما ساهم في تقويد أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبياتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن جانبه أكد من دوبا فلسطين في جامعة الدول العربية مهند العكلوك أن إسرائيل لن تنهي احتلالها طوعاً وذلافتاً إلى أن الضغط الدولي هو المفتاح لإجباريها على إنهاء الاحتلال وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية شدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعالة وقوية لوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لانتهاكات الإنسانية في فلسطين فإن إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار لن تنهي احتلالها طوعاً بل إنها تتصرف كقوة استعمار وتعمل على الاستمرار والتمدد وطالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء الاحتلال والفصل العنصري فإنها لن تفعل ويشكل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمراره وجرائمه على هذا النحو الذي نشهده منذ فجر الأمس في جنين ومنذ سنوات في كافة مناطق وتواجد الشعب الفلسطيني يشكل هذا الاحتلال وجرائمه إحراجاً كبيراً لمنظومة المجتمع الدولي وآليات عملها بما فيها آليات العدالة الدولية مشاهدي الكرام للمزيد من التوضيح والتحليل والمتابعة حول مدارة في مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية ينضم إليها مباشرةً من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية أرجو أن تضع المشاهد الكريم في أصورة كاملة ومدارة في هذا الاجتماع حول القضايا وحول القضية الفلسطينية وعلى مخرجات هذا القرار تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذا الاجتماع أطار في هذه الدورة غير العادية على مستوى المندومين الدائمين لجمعة الدول العربية هذا الاجتماع الذي جاء رداً على ما يقوم به جيش قوات الاحتلال فيما يتعلق بجنين تحديداً والقضية الفلسطينية بشكل عام بدأ الاجتماع اليوم بدايةً بكلمة رئيس المجلس ورئيس هذه الدورة المئة وتسعة وخمسين محمد السفير محمد مصطفى عرفي والذي ندد وشجب هذه التحركات والتصرفات العسكرية الغير مبررة حسب تعبيره تجاه جنين وتجاه مدينة ومخيم جنين واستهداف المدنيين بشكل مباشر فضلاً عن تدمير البنية التحتية لهذه المدينة وهدم المنازل والقصف العشوائي لهذه المناطق بالإضافة لي كما ذكرتم منذ قليل تهجير أيضاً السكان هناك في هذه المنطقة مئات من السكان واستهداف الأطفال والقبض أيضاً على الأطفال كان هذا البيان يتحدث عن إجماع من الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع اليوم حول آليات التعامل مع هذا الموقف ثم أطلقت الكلمة للمندبين المختلفين داخل هذا الاجتماع بدأت بكلمة بالطبع سفير فلسطين والمندوبة الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك كانت كلمته مباشرة وواضحة حول محاولة الوصول لآليات من شأنها تغيير الطريقة التقليدية حسب تعبيره في التعامل مع القضية الفلسطينية بجانب بيانات الإدانة والشجب الخاصة بتعديات قوات الاحتلال التي لم تتوقف فقط عند جنين بل هي كانت متواجدة منذ إبريل أو مايو الماضي على غزة وعلى القدس بالطبع وعلى مسجد الأقصى والذي استهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء والاتهدافة المباشر للمواطنين الفلسطينيين في شتى بقاع الأراضي المحتلة أو حتى الأراضي الفلسطينية الآن بالإضافة لذلك البيانات المختلفة التي صادرت من الدول العربية حتى من مصر بشكل مباشر إما في ذلك الوقت وحاولات مصر دائما للتهديئة والوصول لحلول سلمية في محاولة من جميع الدول العربية للتأكيد على قرارات المجتمع الدولي وهو إقامة الدولتين حل الدولتين هو الحل السلمي الوحيد الذي من شأنه أن يقود عملية العنف بل ويفتح أبواب جديدة لأسلام أضاف بعد ذلك مندوب فلسطين والتي تحدث بشكل مباشر عن طريقة غير التقليدية ونوجة نظري هي فرصة محكمة العدل الدولية لاستقبال المذكرات المختلفة التي تتعلق بجرائم قوات الاحتلال فيما تعلق باستهداف الأطفال استهداف الشعب الفلسطيني عدد كبير آلاف ومئات من الشهداء كانوا بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقد الماضي وخصوصا خلال العامين الماضيين وصل عدد الأطفال تقريبا الذين تم قتلهم واستشهادهم بسبب هذه العمليات الوحشية والعنيفة لأكثر من 2250 طفل فلسطيني بالإضافة لمئة وستين آخرين قابعين الآن في سجون الاحتلال وفي هذا العدد في ازدياد ذلك المحكمة الدولية أتاحت هذه الفرصة لتقديم أود أن أعود مرة أخرى إلى بيان مصر وإذا نتها بهذا فرصة أن يتم تقديم هذا البيان قبل 25 يوليو أي 20 يوما تقريبا من الآن وطلب الدول العربية بالتكاتف الوضع هذا البيان الذي يجمع كل انتهاكات الخاصة بقوات الاحتلال انتهاكات الشرعية الدولية انتهاكات الحقوق الإنسان كل ما يتعلق بما يحدث على الأراضي المحتلة من زيادة عمليات الاستيطان من استهداف مباشر للمدنيين وليس فقط ما يدعيه جيش الاحتلال هي محاربة بعض الكائنات المسلحة والتي من وجهة نظرنا هي كائنات المقاومة الفلسطينية ولكن هو القضاء بشكل كامل على الشعب الفلسطيني وضم ما بتبقى من الأراضي الفلسطينية لأراضي الاحتلال لذلك طلب بوجود بيان موحد ورسالة قوية يتم كتابتها خطيا ورفعها لمحكمة العدل الدولية ليتم التعامل بشكل مباشر وذكر أيضا كما ذكرتم عن فكرة انما اذا ما تأكدت كالمعتاد ان قوات الاحتلال لا يوجد أي ضغط دولي عليها بشأن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة فانها ستزيد من أعمال العنف المختلفة بما انه لا يوجد رقيب على ما يحدث منها ولا يوجد عقاب لهذه القوات كلمة مصر كان لها دور قاس خصوصا فيما يتعلق بليس فقط شجب وما يحدث على الأراضي المحتلة ولكن أيضا دور مصر الدائم في حل وهذا ما كنت أود أن أتحدث معك كريم عن هذا بالتحديد عن دور مصر في المحتلة وخصوصا ما حدث في غزة والقدس الشرقية منذ أو قدس المحتلة منذ يعني عدد أشهر من شهرين تقريبا والدور المصري في حل هذه الأزمة في ذلك الوقت ولكن الآن مصر حذرت أكثر من مرة في بيان بالأمس وفي بيانها اليوم في جامعة الدول العربية عن أهمية الوقف الفعلي والفوري لهذه التعديات الخاصة بقوات الاحتلالة التعديات على المواطنين التعديات على الأطفال القبض على الأطفال كل هذه التعديات عليها أن تتوقف حسب البيان المصري في محاولة لعدم عرقلة حلول السلام وحل الدولتين على حدود 1967 حزيران يونيو لذلك كان هذه كلمات خاصة من مندوب فلسطين ومندوب مصر شارك أيضا باقي الدول العربية فيما يتعلق بالبيانات المختلفة فيما يتعلق بالشجب والندبو لكن الجميع أجمع على أهمية الوصول لحل وسط لإقامة حل الدولتين وأيضا الجميع أدانا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي حسب تعبيرهم يغض البصر عن ما تفعله قوات الاحتلال من قتل للأطفال من تهجير للسيدات من أماكن استيطانية جديدة من ضم جديد للأراضي الفلسطينية للأراضي المحتلة إدانة واسعة لغض الطرف من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حول هذه التصرفات مما أيضا يتيح الفرصة أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونتنياهو خصيصا في التعامل بشكل مباشر وشكل استيطاني واضح وكما أطلق أيضا في الجلسة اليوم ما يحدث في جنين وفي القدس هي مجزرة فيما يتعلق بأرواح الفلسطينيين كل ذلك يؤدي في النهاية حسب تعبير البيان المجبع اليوم من الدول العربية المشاركة في الاجتماع أنه لن يقف إلا بوقوف موحد دولي ضد هذه الانتهاكات انتهاكات الشرعية الدولية انتهاكات حقوق الأطفال انتهاكات حقوق الإنسان ومطالبات كبيرة بتحركات غير تقليدية وغير معتادة للتعامل مع هذه الأزمة خصوصا في ظل التصعيدات المتواصلة من جانب قوات الاحتلال سواء بالأمس أو قبل أمس وما زالت مستمرة حتى الآن زيادة الأرتال العسكرية التي تتحرق لمدينة ومخيم جنين زيادة استهداف المنازل زيادة استهداف المستشفيات على سبيل المثال زيادة استهداف الأطفال والسيدات بدون تفرقة بين المقاومة الفلسطينية أو حتى المدنيين بالإضافة لذلك أيضا تهديدات بتوسعة نطاق الحرب على الأراضي الفلسطينية ليس فقط في جنين ولكن أيضا في القدس وغزة بالإضافة أيضا لذلك بعض التصعيدات الخاصة من الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بوقفات في بعض مدن الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف في وجه قوات الاحتلال ليتوقف عن هذه التصرفات العنيفة والعدوانية التي تستهدف بشكل مباشر المواطنين والأطفال على كل الأحوال زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس هذا ما أكدت عليه الدولة المصرية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية المركزية والأولى وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه القضية كل الشكر والتقدير مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من جامعة الدول العربية شكرا جزيلا لك دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمام المتحدة رياض منصور دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلية والعمل بشكل ثوري على تنفيذ قراراته ذات الصلة مما في ذلك القراران 2334 و904 وجميع القرارات الأخرى المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وطلب منصور في رسائل بعث بها إلى الأمين العام إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المملكة المتحدة ورئيس الجامعية العامة الأمم المتحدة دعا ببدل مساعيه من المساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تستغل مقولة الدفاع عن النفس كغطاء لاستباحة الضفة الغربية وتكريس عملياتها الإجرامية لضمها بشكل تدريجي وغير معلن واسفك المزيد من الدم الفلسطيني أوضحت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين عامة وفي جنين ومخيمها بشكل خاص لم تخرج عن النمطية التقليدية والصيغ الشكلية التي تعكس إصرارا من جانب المجتمع الدولي على التمسك بازدواجية المعايير الدولية وعلى عدم تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من مشروعات الوكالة وشهد اللقاء استعراض مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر الذي تسلمته مصر في مارس 2023 في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقال الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت الاختبارات الكهربية واختبار محاكاة الأحمال الدينماكية على النموذج الفضائي للقمر الصناعي مصر سات اثنين أعلنت مصر وتركيا عن رفع علاقاتهم الدبلوماسية لمستوى السفراء ورشحت مصر أسفير عمر الحمامي كسفير لها في أنقرة بينما رشحت تركيا أسفير صالح مطلوشا كسفير لها في القاهرة ذكرت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدق وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهم الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحسن الذي ترأى على العلاقات بين مصر وتركيا الذي إنعكس في رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء وقيام كل جانب بترشيح سفير لدى الجانب الآخر وقال المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الأقاليم وتعزيز التواصل الدولوماسي كسبيل لحل المشكلات مضيفا أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة افتتح وزير الخارجية سامح شكري فعاليات الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية والمعهد الدولي للسياسة والاقتصاد بسربيا بمناسبة مرور 115 عاما على بدء قامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا أشارت الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد في كلمته على الشراكة الراسخة بين البلدين على مدار أكثر من قرن من الزمان استنادا إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المشترك لمصر وصربيا في إطار حركة عدم لانحياز نحو تعزيز احترام السيادة وحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وتحقيق التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن حكومته تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تضمن استمرارية الدولة ومؤسساتها بعدما تسللت تعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها وذلك على حد تعبيره وأضاف ميقاتي أن الحكومة لم ولن تتقاعص عن القيام بعملها وعن المسابرة وعلى التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال تعمل رغم الإمكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت روسيا عن أن أوكرانيا هجمت العاصمة موسكو بخمس طائرات مسيّرة على الأقل جرى إسقاطها أو اعتراضها وأضافت وزارة الدفاع الروسي أن أربع طائرات مسيّرة أوكرانية أسقطتها الدفاعات الجوية بينما اعترضت طائرة خامسة قبل أن تتحطم في منطقة أودينتسوكفو بموسكو تطورات متلاحقة وأحداث لا تهدأ على ساحة الأزمة الأوكرانية في أحدث تطور ميدانية أعلنت روسيا أن كييف هجمت العاصمة موسكو بخمس طائرات مسيّرة وزارة الدفاع الروسية من جانبها أكدت أن أربع طائرات مسيّرة أوكرانية أسقطتها الدفاعات الجوية بينما اعترضت طائرة خامسة قبل أن تتحطم في منطقة أودينتسوكفو بمنطقة موسكو مؤكدة عدم وقوع ضحايا وتسبب الهجوم الذي وصفته روسيا بالعمل الإرهابي في توقف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار فونكوفو الدولي بموسكو وذلك لبضع ساعات كما جرى تحويل عدد من الرحلات الجوية للهبوط في مطارات أخرى منذ بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 استهدفت طائرات أوكرانية مسيّرة عددا من المدن الروسية في هجمات شهدت تزايدا في الأشهر الماضية ونادرا ما بلغت هذه المسيّرات منطقة موسكو ومحيطها على مسافة 500 كم من الحدود مع أوكرانيا وفي سياق متصل قال مكتب المدعى العام في منطقة خيرسون إن رجلا وامرأة لقي حتفهما في قصف صباح اليوم على المدينة الوقعة بجنوب أوكرانيا وأعلنت أوكرانيا أمس أن قوتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية وهو ما وصفه زيلينيسكي بأنه تقدم صعب في إطار الهجوم المضاد على القوات الروسية وخلال أسبوع استعادت أوكرانيا 37 كم مربعا في شرق البلاد وجنوبها في حين تشن القوات الروسية هجوما في مناطق أخرى على الجبهة أما روسيا فشددت على لسان وزير دفاعيها سيرجي شويجو على أن كييف لم تحاقق أهدافها على أي محور منذ بدأت هجومها المضاد مطلع يونيو لافتا إلى أن قواته دمرت 16 تدباب ليوبارد غربية تسلمتها كييف مؤخرا هي إذن تطورات كبيرة على ساحة القتال تنذر بتطورات متسارعة على المدى القريب في ظل ترقب لرد روسيا على محاولة استهداف عاصمتها أعلن مسؤولنا عسكري أوكراني إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد في غضون ذلك أعرب الرئيس الأوكراني فولودامير زالانسكي عن حاجة بلاده لعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي لحماية الأراضي الأوكرانية بالكامل لسوء الحظ لا يمتلك بلدنا حتى الآن عددا كافيا من أنظمة الدفاع الجوي عالية الجودة لحماية أراضينا بالكامل وإسقاط جميع أهداف العدو ويستغل العدو هذا الأمر كما فعل اليوم بشن هجوم إرهابي آخر على مدينة سومي بطائرة بدون طيار استهدفت على وجه الخصوص المباني السكنية ومبنى جهاز الأمن الأوكراني ونتيجة لهذه الهجمات هناك جرحة ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي يسعى بشتى السبل لإطاء عمليات الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب البلاد وذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي حول الوضع في أوكرانيا أن موسكو منحت الأولوية وعززت التكتيكات التي تهدف إلى إبطاء العمليات الهجومية المضادة المضرعة في جنوب أوكرانيا مضيفة أن جوهر هذا النهج هو الاستخدام المكثف للألغام المضادة للدبابات موسيقى 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 أجاز المجلس التنفيذي لسندوق النقد الدولي قردا لموريتانيا بمبلغ 9.8 مليون دولار يسمح قرار المجلس التنفيذي لسندوق النقد الدولي بصرف دفعة فورية بمبلغ 7.12 مليون دولار على أن يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا كما يهدف القرد إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن مباحثات مع سفير الصدي في الولايات المتحدة شي فانجا وذلك قبل توجهها إلى بكين في زيارة رسمية الخميسة المقبل وأوضحت وزارة الخزانة أن الوزيرة الأمريكية والسفير الصيني عقد مباحثات صريحة وبناءة تناولت القضايا العالمية وثنائية ومن المقرر أن تبحث ييلن خلال زيارتها المرتقبة للصين سبل إدارة واشنطن وبكين وعلاقتهما بطريقة مسؤولة بوصفهما أكبر اقتصاديين في العالم افتتحت مجموعة ميركسور الاقتصادية بأمريكا الجنوبية قمتها والتي تستضيفها الأرجنتين على مدى يومين لمناقشة تحديث مشروع اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي المتعثر منذ مدة طويلة لا يبدي المراقبون تفاؤلا بشأن قدرة القمة على إعطاء الشكل النهائي لمسودة الاتفاق الذي تقف ومخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيئة كحجر عثرة أمامها خاصة في منطقة الأمازون البرازيلية أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستسيطر اعتبارا من أول أوصص القادم على صادرات ثمانية منتجات من الجاليوم وستة منتجات من الجرامانيوم لحماية أمنها القومية ومصالحها وقال رئيس التحاد الصين العالمي للتعديم بيتر ألكيل إن الصين ضربت قيود التجارة الأمريكية في موضع صعب مؤكدا تحرك الصين للتقييد صادرات بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أجبه المواصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنيا بما يفقم مخاوف الإمدادات انخفض مؤشر نيك الياباني وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عاما والمسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح كما سهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة حظر المتعاملين وأغلق المؤشر منخفضا بـ 98 من 100% عند 33422 نقطة بعدما أغلق عند 33753 نقطة في الجلسة السابقة كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بـ 62 من 100% ليصل إلى 2306 نقاط استقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو بقصر الإلزيمة 241 رئيسا للبلديات والضواحي المتضررة من جراء أعمال العنف والشغب والتي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة في نانتيرا غربي باريس يوم الثلاثاء الماضي يأتي اللقاء تأكيدا على حرص الرئيس الفرنسي على الوقوف بجانب هؤلاء المسؤولين المنتخبين الذين يواجهون هذا العنف والتشاور معهم لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تراجع أعمال الشغب بشكل كبير في البلاد وتوقيف 72 شخصا ليلا فيما أعلنت الداخلية الفرنسية تمديد نشر 45 ألف شرطية على كامل الأراضي الفرنسية تراجع لافت في منسوب الشغب بعد أسبوع على مقتل مراهق على يد شرطي ما تسبب في أعمال عنف ربما تكون الأشد شراسة التي تشهدها فرنسا منذ سنوات واندلعت أعمال الشغب مساء 27 يونيو الماضي بعدما قتل شرطي برصاص في اليوم نفسه الفتى نائل البالغ من العمر 17 عاما بعد رفضه الانصياع لتعليمات رجال الشرطة وبعد خمس ليال متتالية من أعمال الشغب في المدن توقفت وطيرة العنف مع تقال السلطات الفرنسية آلاف الشباب والمراهقين كما تراجع عدد الحرائق بشكل كبير وكذا أعمال الاقتحامات للمراكز البلدية وزارة العدل الفرنسية أعلنت اعتقال نحو 3900 شخص منذ الجمعة بينهم 1244 قاصرا فيما أوضحت وزارة الداخلية أن متوسط أعمار الموقفين هو 17 عاما وبينهم أطفال في سن الثانية عشر وثالثة عشر من العمر مشيرة إلى أن 60% من الموقفين لا سوابق إجرامية لهم ورغم عودة الهدوء إلى الشوارع فقد أعلنت الداخلية الفرنسية تمديد نشر 45 ألف شرطية على كامل الأراضي الفرنسية واطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألغى في نهاية الأسبوع الماضي زيارة دولة مقررة إلى ألمانيا الإبقاء على وجود كثيف للشرطة لضمان الحفاظ على الهدوء واستقبل ماكرون أمس رئيسي مجلسي البرلمان وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يدعو إلى تكوين فهم عميق للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث من جانبها التقت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ممثل الكتل السياسية في البرلمان للبحث في اقتراحات لحل الأزمة وضمان عدم تكرارها وأعلنت بورن الإبقاء على الانتشار الأمني خلال الليل مؤكدة أن الأولوية هي ضمان عودة النظام أكدت السلطات الفرنسية أن الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد كانت نتيجة لأعمال الشغب واقتحام مقار البلديات وحرق السيارات والمرافق العامة قدرت بنحو 250 مليون يورو ومن جهتها أضافت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو عشر مراكز تجارية كوبروف تم اقتحامهما فيما تعرض 250 مدجرا و250 منفذا مصرفيا لأعمال نهب واسعة فاتورة اقتصادية باهظة يتحملها الاقتصاد الفرنسي نتيجة أحداث العنف التي شهدتها البلاد على مدار أسبوع وقدرت السلطات الفرنسية الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد نتيجة أعمال الشغب واقتحام مقار البلديات وحرق السيارات والمرافق العامة بنحو 250 مليون يورو وقالت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو عشرة مراكز تجارية كبرى جرى اقتحامها فيما تعرض أكثر من 250 مدجرا و250 منفذا مصرفيا لأعمال نهب واسعة أما وزارة المالية الفرنسية فقالت أن إجمالية الخسائر المالية والاقتصادية مرشح للزيادة في ظل المعطيات الراهنة وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة الفرنسي بشكل كبير وتعد السياحة رافدا مهما من روافد الاقتصاد وتمثل عائدتها أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وتشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة قبل عام إلى ارتفاع محتمل لمساهمة القطاع إلى أكثر من 216 مليار يورو فقد تم إلغاء عدد من الحجوزات في ضوء الأوضاع الراهنة وبالتالي تفقد باريس حصة كبيرة من القطاع هذا العام ويواجه الاقتصاد الفرنسي العديد من الأزمات الاقتصادية منذ عام 2018 بعد تظاهرات أصحاب السترات الصفراء ثم أزمة كورونا وتداعيتها الاقتصادية ومن بعدها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما تحملته باريس من أعباء مالية وعسكرية ثم جاءت بعدها المظاهرات والإضرابات الشاملة للنقابات العمالية مجتمعة ضد قانون رفع سن التقاعد كل هذه تراكمات كبدت الاقتصاد الفرنسي خسائر كبيرة انطلقت قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الهند لأول مرة وتناقش هذه القمة قضايا الأمن والاقتصاد والتجارة والترابط والوحدة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستصمد أمام العقوبات المفروضة عليها من الغرب وأمام الاستفزازات وأضاف بوتين خلال اجتماع أن عقد عن بعض منطقة شنغهاي للتعاون إن موسكو تعتزم توطيد العلاقات مع دول المنظمة ودعت الانتقال إلى نظام التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية إن منظمة شنغهاي للتعاون ملتزمة بقوة ببناء نظام عادل ومتعدد الأقطاب يسرني القول إن نحو 80% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تنفذ بالعملتين الروسية والصينية كما أن تعاملاتنا بالروبل مع دول منظمة شنغهاي للتعاون تجاوزت 40% إن زيادة العشوائية لديون الدول المتقدمة تزيد من مخاطر حدوث أزمة عالمية جديدة نحن مستمرون في مقاومة الضغوط الخارجية والعقوبات والشعب الروسي الآن أكثر تضامنا من أي وقت مضى والشعب الروسي الآن أكثر تضامنا من أي وقت مضى وقد واجهنا محاولة التمرد بجبهة موحدة في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون دعا الرئيس الصيني شي جينج بانج إلى بدل جهود أكبر من أجل حفظ السلام الإقليمي كما دعا الرئيس الصيني إلى بدل جهود أفضل لحفظ السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك وطلب من الدول الأعضاء اتباع الطريق الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المشتركة شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي على الدور المهم من منظمة شنغهاي للتعاون في العالم وقال إن المنظمة يمكن أن تصبح عاملا مهما في إصلاح مؤسسات العالمية ومنها الأمم المتحدة جاء ذلك في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون يتعين على دول منظمة شنغهاي للتعاون اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية الإرهاب يمكن أن يكون بأي شكل وفي أي مظهر يجب أن نحاربه معا هناك حاجة إلى إجراءات صارمة وحاسمة لمواجهة هذا التحدي كما يتعين علينا تعزيز التعاون من أجل وقف تمويل الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت المتحدثة باسم وكالة حرص الحدود البولندية آنا ميشليسكا عن عزم بلادها إرسال معدات ثقيلة إلى الحدود مع بيلاروسيا وذلك للمساعدة في تعزيز التواجد بالمنطقة وسط تزايد ضغط المهاجرين وتحرك عناصر مجموعة فاجنا الروسية الخاصة في اتجاه بيلاروسيا قالت ميشليسكا أن الحكومة ستعزز الحدود مع بيلاروسيا عن طريق نشر مروحية تابعة للشرطة ومدافع مياه وشاحنات لمكافحة الشغل وناقلات جند مدرعة وخفيفة نددت السفارة الروسية في واشنطن بتصرفات الاستخبارات الأمريكية ومحاولتها تجنيد دبلوماسيين روسا باستخدام الهواتف المحمولة وقالت السفارة الروسية أن سعي أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاستمالة الدبلوماسيين إلى الخيانة لن تنجح وكان سفير روسيا في واشنطن أنطالي أنتو نوف قد أكد في وقت سابق أن محاولات الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الروس من خلال نشر مقاطع فيديو دعائية كان استفزازا صارخا وجزءا من حرب ضد روسيا أعلن نرويجي أنسي ستولنب بيرج الذي يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي منذ عام 2014 أعلن أنه تم تمديد ولياته لعام إضافي وأوضح في تدوينة له أنه تشرف بقرار أعضاء حلف شمال الأطلنطي بتمديد ولايته كأمين عام حتى أكتوبر من العام القادم 2024 أحضر الأوروبي جاسب بوريل سيزور الصين في الأسبوع القادم نقلت الوكالة عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين خرخي توليدو قول أن بوريل سيصل إلى بكين الاثنين المقبل حيث سيلتقي بوريل وزير الخارجية الصينية تشين جانج ومسؤولين آخرين وأضاف توليدو أنه من المرقح أن يواصل الطرفان إجراء الحوار في مجال الاقتصاد والتجارة في سبتمبر القادم يواصل الجيش التايواني اليوم الثاني على التوالي تدريبات بالذخيرة الحية في إطار مناورة تهدف لاختبار قدرة الجيش على الرد السريع والدفاع عن الهجمات العسكرية الصينية المتزامنة من البحر وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايوان قال إنه لا ينبغي تشجيع أي سلوك أحادي الجانب غير منطقي يقود من الأمن والاستقرار الإقليميين بل يجب إدانة هذا السلوك السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان مسئولية مشتركة لجميع الأطراف هناك إجماع كبير في المجتمع الدولي على أن أي سلوك غير عقلاني أحادي الجانب يقود الأمن والاستقرار الإقليميين لا ينبغي تشجيعه بل يجب إدانته أكد رئيس الوزراء الياباني فوميوكوشيدا أن حكومته ستعمل على ضمان سلامة المتعلقة بخطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر وقال رئيس الوزراء الياباني إن الحكومة ستواصل تقديم الشرح والتفسيرات المفصلة للخطة لكل من المجتمعين المحلي والدولي وذلك لطمأنة الدول المجاورة والقائمين على صناعة الصيد تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بزيارة إلى اليابان للاستعراض تقرير عن خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق نار عشوائي في مدينة بلادلفيا بولاية بنسلفانيا أوضحت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على مسلح مشتبه به مشيرة إلى أنه لم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن حول الحدث من جهتها قالت وسائل إعلام أمريكية إن من بين المصابين تفلين وأوضحت أن المسلح كان يرتدي سطرة واقية من الرصاص حقق قطع الصناعة والتجارة تطور الملموس خلال تسع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي وأولت الدولة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر هذا وتمتلك مصر كافة المقاومات الصناعية التي تؤهلها لريادة إقليميا وقريا حيث تتوفر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي للمزيد من المتابعة والتحية نضم لنا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد دكتور ماجد بعد التحية سنوات عدة بزلت فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة في قطاعي الصحة والصناعة وكافة القطاعات المختلفة يمكن تفسير ذلك بماذا؟ بعد التحية لحضراتكم وأستاذ المشاهدين الكرام بدون شك أن الدولة المصرية أولت قطاع الصناعة والتجارة الكثير من الاهتمام من خلال دعم الصناعة بكافة مستوياتها سواء الصناعات الكبيرة أو المتوسطة أو الصناعات الصغيرة التفرة اللي حصلت في قطاع التصنيع كلنا شايفينها من خلال افتتاحات سيادة الرئيس للعديد من المصانع في مختلف المجالات ومختلف الخصوصات مصانع تتعلق بإنتاج منتجات جديدة مثل إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إنتاج الكهرباء وتصدرها أو ما يتعلق بالرمال البيضاء أو الرمال السوداء أيضا ما يتعلق بقطاعات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري لم تكن من القطاعات التي للدولة والقطاع الخاص استثمارات فيها من قبل وبالتالي مسايرة التكنولوجيا والاستخدام آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا في مجالات الصناعة واستخدام الخبرات أو ما يسمى بنقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع شركات أجنبية عملاقة في مجالات متقدمة مثل ما يتعلق بإنتاج الشرائح أو الرقائق الخاصة بالهواتف المحمولة أو ما يتعلق بإنتاج صناعات دقيقة وصناعات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات أو ما يسمى بالإحلال محل الواردات أي إنتاج منتجات تحل محل الواردات المستوردة وبالتالي توفير تطورة الاستيراد بالإضافة أيضا إلى أن الصناعة المصرية لديها مقاومات نجاح قوية مصر غنية بمواردها الطبيعية غنية بالموارد البشرية ذات الكفاءات العالية دكتور ماجد مصر تمتلك كافة المقاومات البشرية والتكنولوجية والصناعية ما الذي يمكن أن تفعله وما تفعله الحكومة المصرية من أجل تعظيم الاستفادة القصوى وتحقيق العائد الكبير من التصنيع أو من الصناعة أو التواجد على الخريطة الصناعية الدولية بدون شك أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية الدول التي تتقدم من خلال تطوير الصناعة تحقق قفزات كبيرة في معدلات النمو وأيضا زيادة الواردات من العملة الأجنبية وتخفيص فاتورة الاستيراد وبالتالي الصناعة المصرية يمكن أن تكون في فترة من الفترات القادمة بإذن الله أحد أو أهم مصادر الدخل القومي من خلال ليس فقط الإحلال محل الواردات وتوفير فاتورة الاستيراد من العملة الأجنبية وإنما أيضا التصديق وهناك صناعات مصرية رائدة في الأسواق العالمية على سبيل المثال للحصر صناعة استجاد هناك إحدى الشركات الكبرى تكتسح الجوائد في المعارض الدولية الكبرى في ألمانيا وغيرها ويشار إليها بالبنان في الصناعات النسيجية أيضا هناك صناعات الدواء وأيضا الصناعات المتعلقة بالسيراميك والكيمويات أيضا توجه الدولة إلى مزيد من الشراكة ما بين القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص لزيادة دوره في الاقتصاد وأيضا زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الصناعي بالإضافة أيضا إلى مزيد من التشريعات في القوانين والبيئة التشريعية لتشجيع الاستثمارات ليس فقط المحلية وإنما أيضا الاستثمارات العربية والأجنبية ولولا هذا لما أتت شركات كبرى عملاقة بدون ذكر أتماء إلى الاستثمار في الصناعة في مصر لأن اليد العاملة المصرية تتميز في المعارة ورحص التكلفة نسبية مقارنة بدول أخرى كثيرة بالإضافة إلى وجود مزايا نسبية لكل محافظة من محافظات مصر وبالتالي هناك محافظات تأخذ ثمات معينة في صناعات معينة إذن نستطيع القول بأن الدولة المصرية هيئت المناخ الآمن للاستثمار على كل أحوال شكرا جزيلا ضيفي الكريمة دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا لك نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء التراجع استحققات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024 وأكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2023 كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم قبل الجماعي والجماعي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه مقارنة ب476.1 مليار جنيه خلال العام السابق وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه مقارنة ب84.8 مليار جنيه خلال العام السابق أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارا جديدا خاصا بالشؤون الإفريقية تحت عنوان مجلة اتجاهات إفريقية بهدف خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة طبقا لرؤيتهم حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا أو فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء إلى حالة الطاقة في إفريقيا والاستثمارات الحكومية الإفريقية في قطاع الطاقة مؤكدا على أن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3% سنويا بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون النصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنام العدوان الإسرائيلي على جنين يتواصل ومصر تحذر من ممارسات الاحتلال على الأمن والسلم الإقليميين تنفيذا لقرار رئيسي البلدين مصر وتركيا تعلنان رفع علاقاتهم الدبلوماسية لمستوى السفراء روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالمصيرات على موسكو وكييف تؤكد إتمام المرحلة الأولى من هجومها المضاد ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة